علا عبدالصبير عملة انتقادات كتيرة جدا عملة بتحصل على هند صبري وعلى مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني اللي بتعرض دلوقتي على نتفلكس وتقريبا مسلسل ستة حلقات ده فورتو كان الجزء الاولاني منه تعرض تقريبا من سنة او من سنتين مش فاكرة وكمية اتهامات بقى بان هي بتخل بالتقاليد بتاع المجتمع وانها المسلسل او ده مش شخصية علا اللي احنا كنا عارفينها من الجزء الاولين بتاع زمان بقى بتاع عايزة تجوز وحالة زي دبيت كده مش منتهي بين الناس اللي بتتفرج سواء اللي بيدعمه او شايفينه انه هو المسلسل اللذيذ وبيدينا افديتز لحياة علا وفي كمية تطورات بتحصل سواء في حياتهم الشخصية او في الطبيعة الشخصية بتاعت كل حد منهم هي هاني عادل او هو بقى طالقها ولادها بقى لما كبروا اخوها اللي ظهر في الوزي التاني وساوسا بد فتطور في الاخر يعني نعيز اقول لكم فيه ناس بتنتقد حتى ان هم دلوقتي يبقى عايشين في كومباوند في فيلا او ان احنا مغدين عليها في اللبس الطبيعي البسيط المشري والعمارة العادية ما كلنا يا جماعة عندنا ناس او كلنا تقريبا كنا عايشين في بيت معين او في شقة معينة وكل الناس حياتها تطورت عزلت في حتة فيما عزلت وراحت فدي النقطة من اكتر النقطة اللي انا مفهمتش الناس بتنتقد فيها ليه يعني ما عزلوا يا جماعة حياتهم بقت احسن حوش شوية فلوس خدوا قرد وراح خدوا شقة في كومباوند عادية مش مشكلة بتأخدوا فيلا في كومباوند عشان موضوع لا وبعدين خليها برضو فاكرين هي اتجوزت هاني عادل وهاني عادل كان مقتدر مديا جدا فهو برضو البيت في الاول في الاخر ما كانتش بيت علا كان بيت هاني عادل وهي خدته بعد التطلع عشان هي عندها خدنا الموضوع احنا الحتة احنا في معكمة الاسرة مش ممكن فده من ناحية من ناحية تانية بقى الانتقادات بقى اللي بيستفزين انا شخصيا كواحدة فاميليست بوست كده فيرل جدا على فيسبوك لواحد بيتكلم على فكرة ازاي نتفليكس بتعزز فكرة انا نفسيها شرب بتاعي النهاردة كان نفسي ارى خراره بس الصدفة والله ممكن تفسار strong independent human وانه ازاي مطلعين واحدة وهي في الاربعينات من عمرها جزءها جي قال لها خلاص سوري انا مش لعب وانا مش لعي نفسي وانا في علاقة توكسك توكسك فقرر يسيبها ازاي بقى هي تطلع underdog زي ما البوست قيل وتعتمد بقى على نفسها وتموف ان وتعمل بيزنس وتبقى نجحة وانه النوعية دي من الافكار بتخلي الستات فكرة الطلاق كده تلعب في دماغها او فكرة انها لو مش راضية عن حياتها او متقبل علاقة غلط اتطلق هي كده هتتشجع وتقول ايه ده طب انا ممكن انجح وممكن انتبقى حياتي كويسة ممكن لقابل زافر العبدين وخالد النبوي بعد ما اتطلق يعني الناس هتعمل كده بعد ما اتطلق فانا مش متغيلة مش متغيلة طريقة التفكير الذكرية اللي ممكن تروح للحتة دي اللي هو انت كده بتجوج نفسك على الفكرة او انت كده بتجوج نفسك على الفكرة لو واحدة ستت في علاقة غلط المفروض ان هي ما تقررش تتطلق او المفروض ان هي تفضل مكملة بس علشان او من زغللش عينيها كده بانه في قصص نجاح بتحصل بعد الطلاق او في حياة ممكن تكمل بعد الطلاق لو العلاقة دي مش كويس اما ما فيش حاجة في الدنيا اسمها او سنتم بتشجعوا الناس على الطلاق يا جماعة لازم ان احنا على طول بحطيه في دماغنا حاجة ان اي مسلسل بتعرض مش شرط على الناتفلكس على اي منصة او على حتى التلفزيون العادي دي بتصلط الدوق على حالات في المجتمع ده مش معناه ان هي او ان هي حالة موحدة كل الناس عازم تمر بنفس السيتيويشن دي بالضبط لا بالعكس تماما كل واحد بيكون لي حياته والحياة مختلفة يعني حياتي غير حياته غير حيات طارق غير حياتك كل واحد حياته مختلفة عن التاني وبيمر بظروف وازمات مختلفة عن التاني ودي مجرد حالة المسلسل تبناها وبيعرضها ده مش معناه ان كل الناس المفوضة ان هي تطلق وده مش معناه اكيد ان اي هاني عادل موجود في اي بيت مصري المفوضة ان هو يروح يقول له منوته دلوقتي حالا انا في علاقة طوكسك وهيروح اشتني الموتسكل اللي انا اريده بس في حالة كمان برضو كانت معصابة ناس كتير قوي وبصراحة انا ضمنهم التربية الحديثة اللي عولة عبدالصابور بتربي بيها بنتها نادية اللي ما يعرفش يعني انا حسن انا كده هحرق المسلسل شوية بس حاول ما قولش البنت طوكسك قوي بقى هي مع مموتها بتستجل لها وبتمنبوليت بطريقة بشعة جدا بتستجل لحبها ليها بان هي على طول بتقولها ان انتي مؤثرة معايا وفي الاخر كدبت على مموتها وعملت حاجة بشعة جدا 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 ورد فعل الام مع بنتها كان بالنسبالي صادم جدا ان هي اول ما شفتها حضانتها انا لو ما كانها كنت بسكت البيت ضربتها علقت موت انا عرف التربية دي اللي هو لما الطفل يبقى تايف في المولفة او مامتو اول ما تشوفه تروح ضربها بالقلم لا 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 سكت لا سوري بس البنت بتكلم مموتها متتعبة على طريق سمها هنحرق حيطة صغيرة متتعبة على طريق سخنة لوحدها بالليل يعني هي في حالة رعب قريدي او دي تروما في حد ذاتها ماشي انه لما تشوفها على الاقل تطمينها شوية وبعد كان نشوف ماشي روحنا البيت اه هو البيت اتكلمت معايا بطريقة بشعة بتقولي انا خايف اطلع زيك انا بعمل كده علشان ما بقش ضيك اه يا برد يا بكها الحعب العاطفي بتاع ان هي تروح نحية باباها بقى او لا انا هروح اقش مع بابا عشان بابا هو الكيوت الجميل اللي مش بيتخانق معايا اللي مش بيعمل اللي مش عارف ايه اي نعم انا كنت اعجبني هاني عادل في الرياكشان وقتها ان هو كان الاول مرة في قريدي او الاول مرة بسرعة بس اه يعني انا فعلا دي من حاجات الاستفازية ودي برضو اكشن من حاجات الناس فعلا متضايقة منها بس كبديل ما بقاش في حد مقتنع انه اي طريقة طريقة متحجرة في التربية او اي طريقة مفهاش انه الام صاحبة ولدها او انه طب البديل ايه هنشوف مثلا علاقة زي علاقة سهير سو سو بدر اللي انا بحبها سو سو بس ما بحبش خالص تحكمها كام وطريقة اللي هي او قد تاريق بيها على بنتها او مش بتساقورت او مش بتعمل صح فاللي هو طب ايه يعني نوعا ما مش شايفين حاجة بديل شوية في المصول ما بين العلاقة لطريقة الكلاسيكية في التربية او طريقة اللي شايفينها في علاقة علا ومامتها واللي شايفينها بين علا وبنتها بقى ففعلا الموضوع كريتكل في الحتة دي عشان يتكلم برضو كان في حتة التربية بقى او تربية فوسط الطلاق تحديدا ايوة طبعا دي صعب على فكرة قوي بالاخص كمان لما تكون خلاص الام تحطت تحت التايتل ان هي القصية الشريرة اللي احنا اللي هي مش منكزة معينا اللي على طول مهتمة بحاجات تانية في حياتها غيرنا والاب اللي هو مسافر بس هو مهتم بينا جدا ويظهر لنا على طول ويظهر في الاوقات قولها هيبقى كيوت ومش هيبقى فيه اي كونفلكت او حشان هو اراضي هيبقى موجود فوقت محدود كده هلازم يبقى لذيذ بقى ونامت حاجات حلوة مع بعض ومش عارق وكل ما نشوف بعض نخرج ويخرجنا ويأكلنا برا ويودينا ملاهي ويفسحنا فالتربية في ظل الطلاق دي على فكرة حاجة صعبة قوي challenge كبير جدا جدا في حاجة كمان كانت controversial في المسلسل مش controversial بس كان فيه حاجة متحكة بالنسبالي لانه في ناس بتادي تقول احنا عايزين مسلسل البحث عن سوهير انه نعمل دي لقيت غادة عبد العيل اللي هي مؤلفة للمسلسل هي اللي كانت عاملة شير البوست ده انه بقت شايفة ناس كتير بيطاق تتكلم معاها انه احنا عايزين نفهم اكتر عن سوهير وحياة سوهير وابعدها ومش عارف ايه فدي كنت من حاجات اللي انا شايفاها كتبت حيكة قوي الحقيقة لهم هي برضو شخصية حتى لو احنا مختلفين على حاجات معينة فيها وكده بس هي برضو بتمثل الام ساحة مصرية بشكل كبير الام المصرية التقليدية القديمة بالطريقة اللي هي متعودة عليها بالحاجات اللي هي فهماها بالحاجات اللي هي تعرفها لانه برضو احنا الجيل اللي قابلنا او جيل هالينا اللي هما اكبر شوية مش زينا قوي في حتة ان احنا بقينا خلاص كلنا بقينا ده كاترة نفسيين كلنا فاهمين التوكسيسيتي وكلنا فاهمين طرق التربية وكلنا بنقرف انه الشخص ده لما يعمل مش عارف ايه ده عنده ترومة معينة فبرضو في ناس كتيب تتكلم دايما في حتة انه هالينا ما كانش عندهم الاويرنس ده اوي او ما دخلوش اوي في التفاصيل دي بتاعتم انه يعني انت في علاقة سيئة او اللي في علاقة تكسر عادي ما هتكمل زي ما كله بيكمل اوي صح فحملونا كده بشوية حاجات مورسات زي ما بيقولوا هما معرفوش يتغلبوا عليها او معرفوش يعدوها فيمكن ده اللي خلى الناس حاسة انه عايزين يعرفوا اكتر عن سوهير وعن شخصيتها انا حاسة ان احنا كنا بنشوفها فعلا في الجزء بتاع اول جزء خاصة عايزة تجاوز اكتر عشان هو كان مين التركيز على امه بنتها وهي عايزة تجاوز بنتها كنا شايفين سوهير فعلا في تفاصيل موريانة شخصيتها وموريانة طريقة تفكير حاسة ان الجزء التاني من البحث عن عولة ده برضو مينت دي كده شوية علشان هين دلوقتي ترجع التاني تدور على العريس فهي على طول سوهير عائزة العريس فين وبعدين لما دخلت لما شافت زافر عبدين اول مرة عادة بتدور على مراته هي فين؟ بتدور عليها هي فين مراته دي؟ بتنشن على طول سوهير راجل بتنشن عريس بتنشن صح جدا حاجة كمان له تتنتبهي بما ان انا بقى منتكلم يعني في المسلسل ومرتحين في الكلام اوي في المسلسل فكرة ان عولة برضو لما تيجي تركزي معاها هي فيها حتة تقليدية جدا زي مثلا هي خايفة لما بنتها جات لها البيريد وكانت خايفة ان هي تقول صاحبتها كلمة البيريد يعني يعني انها هي جات لها البنت الصغيرة؟ البنت الصغيرة جت لها البيريد فهي راح تقول لساحبتهم اوه اشفكك ان اسمها ايه؟ هي ياسمينه العبد إلا ايه لا لساحبتها صحبت علة اوه كبيرة نادا موسى ايوه راح تقول لها ان ابنتي جت لها البيريد فهاي مش عايزة تقول كلمة البيريد هي عايزة تقول هي جت لها طيب جت لها ايه علة فهميني جت لها فحضو بقى جت لها فايه مشكله لما نور ملايس حاجة زي دي بيظهر بقى فيها الحتة التقليدية لانا مهما كبرت ودخلت في عالم ريادة الأعمال وبقى عندها بزنس وبقت شخصية بزبط في العالم الحديث بكل حدثته بس سل فيها الحتة بتاعت في حاجات معاينة بنتكلمش فيها نقولهاش out loud نقولش الكلمة ينوت أيمين فلهو ماشي لسه مش قادرين نقول period في المسلس على فكرة عارفة لو كان متخيلة كده يعني السيناري ده في دماغي لو كانوا تكلموا عنها عادي كانوا ديها تبقى ضمن حاجات الناس لديها هتتكلم عنها أم تبقى طالعة تتكلم كده مع بنتها معاني والاي كنت أحب قوي شوف انه في بينها وبين مامتها درجة الارتياح او انه تربية حديثة بقى كده تتكلم عادي كده بس لسه فيه شوية كرانر لسه مش قادرين ان احنا نمسكها نجيش جنبها نجيش جنبها عندنا أمل فعلا تتكلم عنها بس لديها لا محسن لا تتكلم عنها تتكلم عنها شكرا